المستعصمة أم الخليل أول وآخر سلطانة تحكم في مصر الإسلامية شجرة الدر أو شجر الدر السلام عليكم أنا أسامة شعبان هنتكلم النهاردة عن حلقة من حلقات تاريخ مصر أول وآخر سلطانة في تاريخ مصر الإسلامية آخر سلطانة للدولة الأيوبية وأول سلطانة لدولة الممليك السلطانة شجر الدر اختلف المؤرخين عن أصولها في اللي ذكر أنها أرمينية أو تركية أو خوارزمية كانت جارية عند الخليفة العباسي أهداها الخليفة العباسي للملك الصالح نجم الدين أيوب سابع ملوك الدولة الأيوبية كانت جميلة جدا وزاكية وعندها كاريزمة كفيلة تخلي الملك يعتقها ويتجوزها سنة 1240 ميلادي خلف منها ولد سموه خليل مات وهو صغير وعشان كده لكبت بأم الخليل كانت رفيقت السلطان وكانت كلمتها مسموعة في الوقت ده الملك الصالح كان محاصر حمص لما جاله خبر الحملة الصليبية على مصر رجع بالجيش بدع على مصر بس كان الصليبيين ووصلتهم ميات وحتلوها في الوقت ده كان الملك مريض وكان تعبان جدا وهم في المنصورة توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب شجرة الدور هنا لعبت دور كبير قوي خبت على الجند وعلى الجيش ان الملك مات عشان مع نوياتهم ما تنزلش هنا قدرت ترجعوا وتدفنوا سرا من غير ما حد يعرف يدوب تقريبا اتنين من كبار امراء المملك المقربين منهم هم اللي كانوا عارفين بس هنا ظهرت جدعانة وشهامة شجرة الدور قدرت تدير الدولة والجيش والسلطة بشكل مميز جدا وقدرت تحافظ على كرسي الحكم على فكرة هي شجر مش شجرة ما تمشوش وراي انا بس بقول زي ما تعودت انا تعودت ان انا انطقها شجرة بعتت الامير المملوكي فارس الدين اكتاي عشان يروح يجيب توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين ايوب عشان يتولى السلطة في مصر خلفا لابيه وصل توران شاه الكلام ده في سنة 1250 ميلادي واستلم مقاليد الحكمة في البلاد شجرة الدور كان لها دور كبير جدا في انتصار المسلمين على الصليبيين في معركة المنصورة واسر الملك فرنسا لويس التاسع توران شاه جاله غرور بعد الانتصار وبدأ يعمل الممليك وامراء الممليك معاملة وحشة جدا وبدأ يعمل مرات ابوه اللي هي شجرة الدور معاملة سيئة جدا وبدأ يقول لها انت محفظتيش على الحكم انت محفظتيش على الكرسي انت خدتي اموال ابويا مكتنياته مجوهراته وكل ده انا هقدر رجعه هنا شجرة الدور حست ان هي والممليك مش هيبقى لهم دور وان توران شاه مش هيسيبهم فعالهم وهينتقم منهم فضبرت له ما كده هي وبعت كبار امراء الممليك وعلى رأسهم ركن الدين بيبرس وقتلوا توران شاه بعد ما قتلوه اصبحت هنا مصر فعليا بدون حاكم طب يعملوا ايه اتفقوا مع بعض كده ان هما يولوا شجرة الدور للحكم لان هي مرات سلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب وهي اقدر بالحكم تاني حاجة هي مملوكة زيهم بالفعل تولت السلطة دعا لها على المنابر سكة العملة باسمها ودول كانوا اجراءين الرسميين كده لازم يتعملوا لما حد يتولى جديد الدعا لها على المنابر يعني حاجة كده زي جريدة رسمية عندنا يقولك فلان نزل في الجريدة الرسمية اه هنا بقى دعا على المنابر ان استعرف ان ده بقى الحاكم العملة تسكب اسمها بيتكتب على العملة السلطان فلان او الحاكم فلان لقبت نفسها بالمستعصمة كناية في الخليفة المستعصم العباسي هنا اصبحت السلطانة رقم 9 في الدولة الايوبية باعتبار الملك الصالح نجم الدين ايوب رقم 7 وتوران شاه ابنه رقم 8 يبقى شجر الدر رقم 9 وهنا اعتبرت برضو اول سلطانة في دولة الممليك اللي هي منهم واللي هيتولوا الحكم بعد كده ويكيوموا يكبروا الدولة المملكية او دولة الممليك تقدر تقول كده هي كانت فترة انتقالية ما بين الدولة الايوبية ودولة الممليك هنا الممليك خلفه العادات والتقاليد الاسلامية اللي بتقول ازا كانت المرأة تحكم ولا ما تحكمش ما كانش حصل قبل كده ان في واحدة ست تحكم هنا قبلتها مشاكل برغم ان كان الممليك في صفها بس كان فيه ناس كتير ضدها اولهم واهمهم الايوبين اللي في الشام ولاد عم توران شاه اللي كانوا شايفين انه هو تغضر به وان هي الدولة الايوبية يعني حد منهم هو اللي يمسك مش حد من الممليك رقم الاتنين هو الخليفة المستعصمة واللي ما كانش عاجبه انه واحدة ست تتولى سلطنة في مصر ولما الممليك طلبوا منه انه هو يوافق على تولي شجر الضر للسلطنة في مصر بعت لهم الرسالة وقال لهم ان كانت الرجال كدعوضمت عندكم فأعلمونا حتى نصير لكم رجلا ودي كانت اهناء كبيرة جدا رقم ثلاثة وهو الشعب المصري اللي كان رافض تولي شجر الضر للسلطنة وطلع في مظاهرات بعد فتوى من شيخ الاسلام العز بن عبد السلام اللي قال فيها انه ماينفعش واحدة ست تحكمه طبعا شجرت دور كانت زاكية جدا فبدأت تفهم انه هيبقى عليها ضغط كبير مش هينفع انها تبضل في الحكم ففكرت انها تتنازل عن الحكم راحت جابت عز الدين ايبق وعرضت عليها الجواز بس بشرطها اول حاجة انه يشركها في الحكم وفي القرارات تاني حاجة انه يهجر زوجته الاولى او يطلقها اللي هي ام علي وافق ايبق على شروط شجر الضر اختاروا ايبق لانه كان ضعيف جدا في الشخصية هو كان كفارس او كمملوك هو كان في المعارك شديد جدا وقوي جدا بس كله ده كان محتاج غطاء سياسي هو ما كانش اجتماعي وما كانش يعني في الامر السياسية يقدر يمشي الامور وهنا هي زي ما يقولوا كده قالت ضل رجل ولا ضل حيطة انا كده كده هبقى السلطانة هو اسما بس هبقى السلطان اتولى ايبق السلطانة ولقبوه بالملك المعز الايوبين اللي كانوا في الشام كانوا صداع في رأس شجر الضر ومرأة الممليك اعترضوا على تولي عز الدين ايبق للحكم وكانوا عارفين ان شجر الضر لها يد في مقتل ابن عمهم توران شاه عرض الممليك عليهم ان هما يجيبوا شخص من الدولة الايوبية يحكم بجانب عز الدين ايبق يعني يبقى واحد من الدولة الممليك اللي هو ايبق والايوبيين يختاروا واحد يجيبوه يبقى له اتنين يبقى الحكم مناصفة بينهم ام الممليك جابوا طفل عنده ست سنين وخلوه يشترك في الحكم مع ايبق اللي عنده اربعة وخمسين سنة الايوبين هنا ما دخلش عليهم الكلام ده وعرف ان الممليك بيغضروا او بيستهزقوا بهم فكرروا يحربهم ويغضوا السلطة بالحرب اكوى امراء الممليك هنا كانوا مكسمين فريقين عز الدين ايبق وكوتوز في فريق واكتاي وبيبرس وقلوان في فريق اتفقت شجرة الدور مع ايبق وكوتوز على قتل اكتاي اكتاي كان صداعه برضو في رأس شجرة الدور وكان عمل لها مشاكل كتير بعد ما تقتل اكتاي هارب جميع الامراء الممليك البحرية وعددهم 750 امير مملوكي وعلى رأسهم بيبرس وقلوان بعدها انفرض ايبق بالحكم عزل الطفل اللي كان بيحكم معاه من الايوبيين الخليفة العباسي اتدخل وعمل صلح ما بينهم وبكده بقت اعتراف رسمي لدولة الممليك هنا بدأ ايبق يحس بالانتصار ويحس بالغرور راح خاطب بنت والد موصل بدر الدين لقلق وطلب ان الخطوبة تبقى في السر عشان عارف ان شجرة الدور بتغير جدا عارفت شجرة الدور بخطوبة ايبق بالصدفة لما كان ايبق راح ابض على اثنين من الممليك وودهم عشان يتحكموا او ودهم مكان كده في القلعة وهم وقفين بالصدفة كده فجأوا بشجرة الدور وقفة في الشباك فواحد منهم نادع عليها كده فبصت له قال لها والله يا فندم احنا ما عملناش اي حاجة احنا ما عملناش اي حاجة نتعاكب عليها ده هو بس لما ايبق راح خطب قالت له ايه خطب قال لها اه لما ايبق راح خطب قلنا له انت تسيب الست الكمة للعقلة الجميلة الامر دي شجرة الدور وطروح تخطب بنت بدر الدين لقوله فهي فهمت الكلام المقصود فازميله اللي كان وقف معه بيقوله ينفع لانت عملته ده اهو ايبق مش هيطلعنا من السجن تاني رد عليه قال له اذا كان هو سجنة مش هيطلعنا فاحنا كده قتلناه لانه كان عارف ان شجرة الدور بتغير جدا وبتحبه جدا ومن الحب بما قتل زي ما بيقوله حد من المنجمين قال له ايبق على فكرة انت هتموت مقتول واللي هتقتلك واحدة ست رد عليه وقال له ايو ايو انا عارفها عارفها الست دي الاتنين كانوا لابدين لبعض في الدورة زي ما بيقوله كل واحد عايز يقتل التاني بس شكر الدورة كانت اسكى واسرع بعتت له وقالت له انا عوزاك في القلعة فهو رجع القلعة قالت له انا عايزاك اكلمك في حاجة فرح قال لها خلاص انا هدخل الحمام اخد دوش كده او شوار زي ما بيقوله وارجع دخل ياخد دوش لا غلمان او مماليك شجر الدور وقفن له وقتلوه بعتت للمماليك وقالت لهم ان عز الدين ايبك مات وان هو واعمل على الحصان طبعا هما ما صدقوش للقصة دي لان ايبك طول عمره كان بيركب حصان وكان فارس قالت لهم اتولوا السلطة رفضوا جاء كتز كان نائب السلطنة وكان صديق ايبك اااا ما دخلش عليه الكلام ده حاس ان هي لها يد في الموضوع وكل الناس كانت عارف ان هما عايزين يقتلوا بعض جاب الغلمان والمامليك اللي في القلعة كلهم وضغط عليهم لحد ما اعترفوا ان هم اللي قتلوه وقتل المامليك دول والغلمان دول في منهم اللي علقوا على باب زويلة وفي منهم اللي قسم ونصين وعلقوا في الشوارع عشان الناس كلها تعرف ان الايبك مات وان دول اللي قتلوه شجرة الضر كان لها يد في الموضوع كوتوز راح جاب علي ابن ايبك ومسكوه السلطنة ولقبوه بالملك المنصور وجابه ام علي وسكنوها في القلعة ام علي امرت غلمانها ومامليكها ان هم يمسكوا شجرة الضر ويضربوها بالابائيه بالحد ما تموت يقال ان شجرة الضر لما عرفت ان هي هتموت جابت المجوهرات بتاعتها وطحنتها في الهون عشان ضرتها ما تستفدش بيها ام علي قالت لها انت حكمتي عليه ان هو يهجرني ويطلقني وقتلتيه بمجرد معرفتي انه هيرجعني بعد ما ماتت رموها من فوق سور القلعة واحدت جسيتها ثلاث ايام في الشارع لحد ما جاء حد خدها ودفنها ام علي احتفلت بموتها وعملت حلوة وزعتها على سكان الكاهرة اللي هي حاليا معروفة باسم ام علي انتهت الحلقة النهاردة عن السلطانة شجرة الضر اتمنى الحلقة يكون عجبكم شكرا لكم